بحكم ان احنا منتقدين غننتاقدون الناس اللي خرجوك يديرون نداء البوشلاغم وغنذكروكم بان وحد نهار خرج عبدالخالق وقال بان الدور على ثلاثة ولكن الارض على اربعة يا تورا شكونا هو العنصر الرابع اللي كاين والشخص الرابع اللي كاين واش الحاجة او عالي ويا تورا واش الحاجة هاديك الارض واش اعطاتها بعشرة او هيبة واش كونا هم الناس اللي كين تمه ولي من حقهم انهم يتكلموا على الحق ديالهم في ديك الارض وفي ديك الديور نعطوا التحيون دخلوا الموضوع ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد على قناة كونتا يسا نتمنى ان شاء الله لفيديونا لارضا ديكم ما تبخلوش عنا بلايكات واشراكات والتعاليق اللي عجبو محتوى على بركتي الله ايه واني دقل بوشلغم باش يحبس حمد وما يخليش وما يعطيش الموافقة باش يدي المشروع شكون هو بوشلغم باش يعطي الموافقة ولي ما يعطيهاش علاء حمه خد الموافقة دي الناس لكين يتم سكنين واش يدي القناة واش غادي صور زناق ولي ما غايصوره مش مادام هو ما عطاش وما خداش الموافقة دي الناس إلا ومن حق حتى حمد انه يدي المشروع هذا كواكل ترفض الخبز وتلاخر من حقية كل ترفض الخبز لا اقل لا ولا اكتر اما باش تخرجوا تقولوا على سعيدة سعيدة اللي هي عند قسمة امه ومن حقها تخرجوا تقولوا لا لا لاش قلسة امه علش ما تبشيش عند الدولة دائمشي وقراوه ونقول لكم من انتم من انتم باش تكلموا على سعيدة واش كنتمه ولا ما تكونش وزوين هذه لا تشاور معكم ولا تشاور مع البقبوقة ديالكم دبانتو ما ويصر ما خاصتش تصور الفيديو اوه حمد ما عندوش لحق باش يدي القناة وما عندوش لحق حتيه مش في الزناق ويجي لانه خاصو ما يبرزتش الراحة ديال البقبوقة ويكتصور وما عندوش لحق انه هي طل من الشرجم او اللي تسمع الصوت دياله وسعيدة خاصة تمشي في حاله ما خاصة تجلس في الضر دياله باش البقبوقة تلقا راحتها واش توم مراد شوية في راسكم واش كتاكل شي حاجة من غير الخبز واش عندكم شي خلاوه شي عبار عما راتوا لكم البقبوقة في ذاك الراس على المتضرر اللجوء الى القضاء عشي شنو هي القضاء كيف ما قالت الحجة يقولت الحجة هي اللي قالت عبد الخالق انه يمشي يقسم هناك انه وانا تنقل وكنتقضى بكل مصداقية الحجة ما قالت بانه الامور غتمشي للقضاء الا وارعار فكين شي حاجة تمه وهناك تغرى وانا كنقل هناك تغرى وكين اشياء تمه اللي غير مفهومة اللي حد الان انا ممتقناش سمعنا سمعنا على ان القضية كانت بعشرة بان الحاجة بعت لهم ثلثالاف متر بعشرة ومن بعد سمعنا بأن علي باع الحق ديالو لهم باش خدا في الارض التحتانية في كينة الدار التحتانية ولكن ودعب الخالق سيخرج وكي يقول لنا بان الدار على ثلاثة ولكن الارض على اربعة الارض اللي حددك الدير على اربعة يا ترى شكون ذاك الرابع وش هي الحجة او علي داخل تمه يا ترى واش علي فقط تنازل على الحق ديالو مقابل الارض يغير في الدير او لا تنازل على القسمة ديالو كلها ثلاثة الاف متر وكاملة الله اعلم كل شي هادشي عيكون مستقبلا وغنفهموه مستقبلا طبعا الحالي اللي بقت هذا الموضوع هدي في القضية هدي على المنصة الحامرة غادي نمشو للديور الديور اللي كتقوله بان حمد ما عندوش الحق دمع حمد هو واخوتو والحاجة عندو من الحق دمع وما كانش على حمو انو يدير القناة حتى يتشاور مع النات اللي سكنت دمع لانا ديك الدار اللي باقى ما مصلوحاش هديك مشروكا مدام ما تقسماتش الامور غا تقولوا بان لا ودعب الخالق تهو كيصور اقول دعب الخالق ما صور تمحت تخده والإذن بعضية جمول أغلبية كيتحكم مدام بان حمد موافق وبان بوش لغمته هو كان موافق وكل شي كان موافق على انو يصور اذا فرا صور كل من موافق تشتغل واحد ما غاديش يصور ولكن دابع احنا احنا كنشوفه هنا حمو تكون حمو اللي ينسابه وضربين في العائلة كاملة باكملها ضربين في العائلة كاملة وما خلوهمش اللي هما اللي خرجين دار لكم خاطرهم كتقولوا للعائلة كتكلاشي هلما كتكلاشي ايش هالشي اللي كيديلو هما أقل 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 ما يمكن الدار مقابل وهد العائلة اللي ما خلاش فيهم بسبب جيليو مدار لكم حالكم علاش ويصور غاتمشي يتبال في القوات أقل ما يمكن إدار ومع ذلك هو مخدام من المحتوى ديالهم فاش كتبو عليكم إلا أخوات زادت عنده البنيتة وإلا الكادو إدات ومنجيبها وما كتسألو هاتي شي حاجة صافي وما عشاني في نجاكم الاستحمار وكي تكتبوه في العناوين الكاذبة أرى كل شي نشوفه على عيننا أما اللي كلاشا ويصالوا وقالوا لها هلا دات المرقة ديال تجاش في بوطة الميكا وها عرب يدي ولا بقبوكة حتى في البانيو ديال البعار ماهم غير نشوفه كبو من بعدها راكم كبرتوا بها راكي نحس بوه نشوفه غير حس بوه هي حس المرقة وخاتت عطوها لعقل لوها تبجفنا عطيش نيجفنا لكي يصبونه بعد حالا أعطوها لها غير فرجونا وطلقونا للفرجة فلنرجعوا للديور الديور تماش كوني منحقوا ديور على ما سمنا بأنهم تبنوا على ثلاثة يعني الخوت على ثلاثة يعني كان عبد الخالق وكان بوش لاغم وكان مرحوم الله يرحمه ووسى عليه ديقات القبور مرحوم ووسى أولاد وقال لهم ديك البرتما ديال خوكم يعني روص غير البرتما ولكن حق المرحوم غير البرتما إلا قسمة من جوج يعني هو عنده القسمة دياله الثالثة غير البرتما أحمد واخد غير البرتما الباقي من ذاك البرتما رفيمن شكون عنده الحق فيه عنده الحق أخوت أحمد وكذلك الحاجة لأن الحاجة كتولات في الولد ديالها لاح موستعلي ديقات القبور ولأن الحاجة تبقى الله وصلها عن بي ولاتها صحيح نازلت لأن سيدة عار فرصة وعزازين عليها ولد المرحوم الحمد لله شابعة شابعة من خلص الدنيا وشابعة من فلوس وما عندها غيرت في الفلوس نازلت في الحق ديالها الحق ديالة نازلت لمن؟ لأولاد المرحوم قتلهم أهاكو حقي ما عندي ما ندير به فهنا حمو هنا حمو قبل ما يصور الزناقية كان علي يتشاور مع الناس أن هذا الباب مشروك مع واحد سيد اللي ما عندهوش القناة وهذاك البرتما الفوقانية باقي ما مقسوماش وباقي ما معروفاش ديال منه ولكن هيدا شرعي ديال من حقهم وما يديرو شرعي ديال اللي كتقولو كتناديو بوش لاغم بأنه يوقف حمد فايلو وقف حمد رخصو يوقف كل شي تصوير بصيفة نيائية يعني احتحمو ما عندوش الحق أنه يصور الزناقي واللي كتقولو بأنه انتو ما لا البقبوقة غاد يحبس لها راحتها وما غاد قلاش أنها تخدم على راحتها وغاي حبسها لها الزناقي فراكم حبستوما على نادرة لأن نادرة ما يمكنش لها تبقى غادة جاية ويعرفة بأن الكاميرات محبوسين ومخيرة فيكم ما غا تقبلش بغض الوضع هذا متى وحدة فيكم ما غا تقبل الوضع أن الكاميرات يكونوا لها فم الباب وبنادم تصور ليلة نهارا ورا هذا الحماق هذا وش بنادم غادي وما عارفش كاميرا من إنهم هزوز علي وهزو بنادم تليفون وتصور غرا لها بل هذا غرا الحمد لله أنكم جيتوا وفحمد إنسان متزين وعارف رأسهم شكا يدير أما كون جيتوا شي واحد آخر كون خارقة عليكم من الكاميرات والله العظيم لي خارقة عليكم فكن نضم بأنها غا تكون مفاجآت مستقبلا مفاجآت وباقي غا تنرجع القدي دي البيع الشراء في كلتا الحالتين ممكن إن الحاجة تراجع لهم وخل نسبة دي البيع الشراء نسبة ضايلة لأن الأمور كتكون شوية معقدة أما بنسبة الهيبة فكنوا على يقين من حق الحاجة تراجع كونوا على يقين بأن القانون كيغي يكون منصف تجاه ديالها عرف شو علاش وبكل صالحة وبكل مصداقية مدكش اللي داروا بوش لاغم على المنصة الحامرة وفي الواقع وفي المواقع كيشفع الحاجة بأنها تحيد لي الهيبة اللي أعطاتو كونها كتبرأ منه وبأنها من بعد ما أعطاتو الأملاك سيف عليها وما بقاش كيحتارمها وخدص صخت ديالها فمن حق الحاجة أنها تراجع وأي قاضي غادي يشوف هذا الشي اللي دار الحاجة من طرف الإبن ديالها فكنوا على يقين غا يكون منصف تجاه الحاجة ونعم نكون سالية للفيديو ديالي وغادي نقول هالي يضرروا حاله على البقبوقة يعطيها داره ويعطيها أرضه وتمشي تصور عنده أما هذك البلاصة فيها ناس اللي يخصهم يعيشوا مرتاحين بلا مشاكل البلاصة هنا أقول لكم دومتوا في رعاية الله سحية ترجمة نانسي قنقر